توتر سياسي واجتماعي يسود فرنسا التي تساعد لموجة من الإضرابات العمالية سببها الخطة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد ينص هذا المشروع على رفع سن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 سنة وتسريع تمديد فترة المساهمة اليوم الأول من التظاهرات والإضرابات في 19 يناير ضم ما بين مليون ومليوني شخص تجمعوا لإظهار معارضتهم للإصلاح وتأمل النقابات أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسها وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع خلال يوم الثلاثاء سيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم وأعلنت شركة إغفرانس إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر رحلات قصيرة ومتوسطة على أن لا تتأثر الرحلات البعيدة وأشار مصدر في أجهزة الاستخبارات إلى توقع مشاركة مليون ومائتي ألف شخص على الصعيد الوطني من بينهم مائة ألف في باريس مع مائتين وأربعين تجمعا أو مسيرة مرتقبة ومع استعداد النقابات العمالية الفرنسية ليوم آخر من الاحتجاجات ما تزال الحكومة حازمة في موقفها وقد أعلنت أنها ستنشر أحد عشر ألفا من عناصر الشرطة والدرك من بينهم أربعة آلاف في باريس لضمان أمن التظاهرات وأكدت إليزابيت بورن في نهاية الأسبوع أن هذا الإصلاح غير قابل للتفاوض وعلى جبهة اليمين المتطرف حذرت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبين رئيسة الوزراء من المضي بعيدا في موقفها لأنه بحسب منح الأمور فإن التصويت على إصلاح نظام التقاعد لا يبدو مستحيلا كما انتقدت أحزاب سياسية أخرى من اليمين واليسار موقف الحكومة وفي الوقت الذي تأمل فيه النقابات في تكرار المشاركة الكبيرة في احتجاجات الشهر الجاري تتصاعد المخاوف في باريس من تحول الإضرابات العمالية إلى آفة تهدد الاقتصاد وتشل مفاصل الحياة